طلب مجلس النواب الأردني الحكومة بإلغاء اتفاق أبرم مع إسرائيل عام 2016 لتزويد المملكة بالغاز من خلال عقد بلغت قيمته عشرة مليارات دولار من جهته طلب نائب رئيس الوزراء وزير الدولة رجاء المعشر مهلة حتى يتسنى للحكومة استفتاء المحكمة الدستورية في صلاحية مجلس الأمة النظر في اتفاقية الغاز مع إسرائيل من الجلسات النيابية النادرة التي يتوحد فيها الموقف الشعبي مع الموقف النيابي البرلمان الأردني يرفض اتفاقية توريد الغاز الطبيعي من إسرائيل ويطالب الحكومة الأردنية بإلغائها لماذا اليوم لا تعلن الحكومة ببطلان هذا الاتفاق خاصة أن الشعب رفضها الأمة مصدر السلطات إذا الشعب من كلام ممثلي رفضها والشعب اليوم نزل على الشارع بالأمس أمام مجلس النواب وكل شعب الأردني بنساء أو رجاله وأطفاله يرفضون هذه الاتفاقية الصفقة بحشرة مليارات الدولار للسيراد الغاز الإسرائيلي ويبدأ تطبيقها في 2020 وتستمر لمدة 15 عاما المجلس اليوم أمام مسئولية تاريخية إما أن يسقط هذه الاتفاقية أو يسجل نفسه على قوائم الذل والعار التي تحتوي جميع المطبعين والمنفرطين بأمن ومستقبل هذا البلد ودافعت الحكومة الأردنية عن الاتفاق قائلة إنه سيوفر 600 مليون دولار سنويا من نفقات الدولة في مجال الطاقة لكن الضغط الشعبي تجاه التطبيع مع إسرائيل لم يهدأ منذ توقيعها في سبتمبر عام 2016 ورفض التطبيع مع إسرائيل الحكومة الأردنية تطلب مهلة ليتسنى لها السفتاء المحكمة الدستورية للنظر بصلاحية مجلس الأمة النظر بالاتفاقية التي يصفها الشارع الأردني بالمشعومة فهل ستنصاع الحكومة للمطالب الشعبية وللقرار النيابي وتلغي الاتفاقية؟ ليتجمور العربي من أمام مجلس الأمة عمان